ما أقول حركة موضوع الاختبارات بالدم مع الأستاذ دكتور أشرف جابر أستاذ كرة القدم في كلية تربية الراداس أستاذ دكتور برحب بحضرتك لا أنا مصالح إزاي يا دكتور إزاي حضرتك؟ إزاي حضرتك يا دكتور منورنا ومشرفنا ومعانا الكابتن محمود صالح ويعني حرصين على أن حركة تكون موجود معانا علشان نبارك لكابتن محمود ونتكلم عن الرسالة المهمة جدا في انتقاء المواهب الخاصة بها الشباب في المنتخبات المصرية أنا أصبحت مبروك لكابتن محمود صالح الله يخليك آنك حضرتك نقول له بقى الدكتور محمود صالح يعني زي ما حركة إزاي دكتور هو الكابتن دكتور محمود صالح طيب يعني عايز أعرف الحراك برضو يعني تقولي رأي حراك في التجربة اللي كابتن محمود صالح خضها وهو أتكلم عن الحراك كليه دور كبير في حررتك أو الدكتور صبر العدبي فعايزة عارف نحراك بقى تقول لي يعني رأي حراك في التجربة وتقييمها بالنسبة للمنتخبات الوطنية هو الموضوع اللي طرحه نكتر لحمود صالح من الموضوع المهمة الحيوية اللي احنا عايشينها يعني الثقرات قصيرة جدا الكلام دوت بيظهر لما جنيه لنكفل في تصبيات تحت أمم أفراقية تحت 19 سنة وتحت 17 سنة وللأسف ان احنا ما بنادرش الحق المستوى المفروض ان احنا بكون فيه ونكون عليه ولان بعد ذلك بتصبيات أمم أفراقية وكاسف الأفراقية تحت 17 سنة وتحت 17 سنة وتحت 17 سنة ويبدأوا يأخذوا أربع سرق ثم أطلوا أربع أوائل بيروحوا كافل عالم تحت 18 سنة وتحت 17 في الأسف منتخبات مصر بهذه المراحل السنية ملهاش دور أو ملهاش يعني التواجد على فتحة القرقية وبالالفتحة على الكلام دوت هيكوننا تكتف الأخر ان احنا منتخب مصر القومي يعني زي ما احنا شايفينه كده في الطاقة اللي حصل يعني ما كانش إينا دور ما ينبغي أن يكون مصر تواجد على شاحب وطبقاً في أفتقية وفي كاس العالم طبعاً بعد جيل اللي كان فيه اللي كان مع الكبت الحسن سوحاتف أعتقد ما نستمرناش بعد كده في اللي احنا من المتواجد اللي كبت المحمود صالح وهو ونسجل لرسالة بالمصر صالح صالح فكان عرض آآ الزي اللي احنا نهتمه بالقفاة الناشئين أو بالقفاة الناشئين شوية في مصر فكان اللي 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 حصل ان احنا آآ نوطي انتخب مصر تحت 14 سنة انتخب مصر تحت 19 سنة كان يعني هو اللي 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 هو تابع ليه منتخبات مصر تحت 19 سنة ليم دي كد مع دين الناشئين يم نقليل أول سواء على مستوى الدور المنتاج أو على مستوى المتقبل قول أول نقص هو طبعا هو طبعا يكتب مجرى المجهود غير عادي في ان ازاي ان هو يوصل ليه هو يوصل بعض بعض المكونات في التورمال المفهوز يكون اللعب كروتو قدم يعني يتميز يتميز بيها أو يتميز تكون عنده شوية لكن نحوه مغطي لم نغطي من البحث العلمي ناخد نقطة نقدر نغطيها كويسة لكن هو لم نغطي كل المكونات الشور مرجع دائل لعب كروتو قدم فهو اختار جانب بدن اختار الثاني بالنهاري اللهم نعتبره عصب الأداء لعب كروتو قدم والكلام دي يظهر في النحية الخطيطية اللي موجودة في الملعب المدروسة اللي هو اللعينة أو منخب الناشئين ينفذها في الملعب وكل دي تبق تبق الاستراتيجية بتاعت الإعداد المنتخب أو الموهبة اللي بتمسع بيها لعب كروتو قدم وهو قدر انه هو يترك الجانب البدن الجانب المهاري والجانب الخطط المتمثل في التفكير الخطط سواء الخطط الوجوب أو التفكير الخطط التفاعد طبعا هو بازل مجهود غير عادي قدر انه يتوصل لبعض المتغيرات اللي يجيز بيها الجانب البدن والجانب المهاري تم يختار منتخب مصر تحت 17 سنة هذا الكلام ممكن يتبنى الأندية اللي هي تم بنشاط طروف القدم مثلا عندي أهلي وزمالك واصنعيلي والمقاصة والبرامد والتحاد السكندري كل الأندية بتحت مصر اللي هي مفروض من المتخب القوم الأول انها بتخدم على المتخب القوم الأول احنا شفنا أيام مكان الكابتن حسن شاك وعظمي الكابتن الكهر يالله يحام ان كان المتخب تتكون من عدة أندريا مصالح وبناء أفضل الموجودين قال الكابتن محمود صالح والمخدور محمود صالح قال لك أنا عاوز احكم من المتخب تحت تحصر سنة ان حالك توصل بين الناشئين وين الفريد وين وقدر ان هو يطلع ببعض اللي هي بيتساعد المدربين في انهم يختاروا الأصلح ويمكن احنا كنا عملنا تجربة في سنة 82 في نجز جمالك اللي في صالة الدكتورات بتاعت كانت عن طبق بطارية اختبار لقياس لستداد البدن والمهار لما شاعد كرة القضم في سن معين فجينا احنا في السيط لما بتتقدم الولاد اللي هم عاوز بي احنا بنختبرهم في السيط عشان تمهم حسب كل احكاك كل فرقة في مراحل السنين المختلفة احنا اختدمنا هذه الاختبارات وكانت لها متائج غير عادية يكفي ان مفيش تصرب ممكن يحصل للاعيب تقدم ويس وعلى درجة عالية من الناس البدنية وإدرات المعارية وان هو يتصرب يعني مثلا كنا بنسمع ان لعد راح ناجي الاهلي ما اخترهوش راح راح ناجي الزمالك بقى اميد راح ناجي الزمالك وما اخترهوش راح ناجي الاهلي فان احنا الاختبارات مش هتخلي فيه تصرف يحصل بالنسبة للمدربين وخاصة مدربة المنتخبات القومية لما يدوا اختروا المنتخب بتاع طبعا المركز اللي بتحتاج حجات كثيرة احنا انا عاوز اقولك ان الموضوع الموضوع ايه اه متشعب ويه محتاج اه يعني اه 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 المسؤولين بالنسبة الاتحاد القرص هذا من هو يرعى على الموضوع وزي ان هو يستفيد من الممكن التي موجودة في مصر هنا حيث ان هي تخطط صحة للايه التكوين المنتخبات او عند التكوين المنتخبات ده الان ده تخط برامج التبريد المزبوط اللي هي تتدرب الولاد اللي هم عندهم قدرة آآ مهارية وبدنية وبيولوجية وزهنية عالية. ان الوقت اللي موجود برا على الشاحة. آآ ويمكن انت باربت آآ يعني عبرتها بشقة. آآ لما بنتفرج على المباراة العالمية. اللي هي مسلا هي المدريد بارسلونة. آآ منتخب المرازيل. الحاجات دي كلها. احنا بنتفرج على زكاء موجود في الملعب. ازاي بيتنفيز الزكاء او او ازاي بالامكانات البدنية والمهارية اللي عنده. ازاي بتطوحها عشان خطط اللعب اللي موجودة اللي موجودة اللي هم ينفذوها. كلام ده كله احنا. طمعنا ان احنا نهتمل بها. ان شاء الله. الحاجة التانية برضك اللي المفهود اللي احنا نهتمل بها. النواحي البديلوجية. صح. الفتود الوزن القواني. كل الحاجات دي كلها. احنا لما تجي انت تتفرج على المبارات اللي هي دواتي الحمد لله. صلة الاتصال بقيت سهلة جدا. اتفرج على المبارات اللي هي بتاعت. ان دي بتاعت العالم. اللي هي زي برشونا وريا المدريد. ونشستن سيتيوم ولي فاربون. وانا الواحد اتمنى ان ربنا نطفق محمد صلاح. ننوزج مصر كويس. ان فينا مزج زي محمد صلاح. وممكن تكون احسن من محمد صلاح. موجودة في مصر. يا دكتور يعني. يا دكتور يعني. 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 فيه كلام كتير جدا. عندها.